بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله الطلب العزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نواصل مع الشبتر الخامس بعنوان الفريكشن في جزئه الثالث بالنسبة للجزء الثالث سوف نتناول فيه إن شاء الله The Problems Involving Dry Friction وإن شاء الله رنشتغل على مثال Simple Problem 1 Problem Involving Dry Friction النوع الأول من الproblems اللي بنتعرض لهم إن شاء الله في الفريكشن هو لما بيكون عندي بلوك مثلا على أرضية مائلة تكون كل القوى المطبقة على البلوك معروفة البي معلوم كم هي الوزن ردة الفعل والفريكشن فورس ركوائد The Coefficient of Friction is also known The Mu S أو The Mu K وبعدين بيطلب مننا أن نجيب whether the body will remain at rest or slide يعني يطلب مننا هل البلوك P will remain at rest في حالة راحة أو بينزلق إلى أسفل أو إلى أعلى النوع الثاني من الproblems يعني كل القوى معروفة ال-P وال-W وال-N وال-F-M وأيضا بيقول لك أنه الموشن يعني آخر نقطة قبل الدخول في الحركة يعني آخر نقطة قبل الانتقال من التوازن إلى الحركة وبيطلب مننا To Determine the Value of Coefficient of Static Friction مثلا نمر إلى النوع الثالث من ال-Problems Involving Dry Friction قد يعطينا ال-Coefficient of Static Friction يكون معروف دمي U S معروفة وبيقول أنه الموشن is impending يعني آخر نقطة قبل الدخول في الحركة يعني لو أردتم هو آخر لحظة هنا لو رسمت الفرس as a function of P طبعا من هنا إلى هنا هذا الإكليبر وبعدين لما بتصل لآخر نقطة قبل الدخول في الحركة طبعا FM بتكون النقطة اللي هنا Determine the Magnitude or Direction of one of the Applied Forces طبعا رح يعطيك يطلب منك أنك تجيب أحد القوة اللي هنا وتحسبها وتجيب القيمة بتاعها ترجمة نانسي قنقر